إلى الأزمة الإنسانية في الفلوجة حيث سجلت مستشفى المدينة وفاة عشرة أشخاص من مرضى السكري بسبب انعدام الأدوية المطلوبة لاستقرار حالتهم الصحية وذكرت مصادر طبية أن عددا كبيرا من كبار السن المصابين بأمراض مزمنة باتت حياتهم في خطر نتيجة الحصار مدينة الفلوجة المحاصرة لا تزال تعاني من انعدام الأدوية والأغذية والأطعمة فضلا عن نقص حاد بالوقود والأموال في ظل قصف حكومي مستمر لا يميز بين مدني ومسلح كبار السن في الفلوجة من أصحاب الأمراض المزمنة مهددون يوميا بالوفاة بسبب انعدام مادة الإنسولين مصادر طبية من داخل المدينة أكدت وفاة عشرة من المصابين بالمرض السكري المزمن من كبار السن في يوم واحد وأشارت المصادر إلى أن مستشفى الفلوجة يشهد إقبالا واضحا من المرضى المسنين بسبب ارتفاع السكري في وقت يعجز فيه الأطباء من تقديم العلاج بعد فقدانه بشكل تام المصادر كشفت لقناة الفلوجة أن المئات من الحالات المرضية المزمنة مهددة بالوفاة لنفس السبب لافتة إلا أن المستشفى أصبح خاليا تماما من جميع أنواع الأدوية والعلاجات بل حتى العمليات الجراحية تجرى من دون استخدام المخدر أو ما يعرف بالبنج في ظل استقبال المستشفى للعديد من المصابين والجرحى من المدنيين بسبب القصف المستمر على الفلوجة مراقبون أكدوا أن المدينة محاصرة من جهتين الأولى تنظيم داعش الذي يمنع خروج العوائل ويتخذ منهم دروعا بشرية والجهة الثانية القوات الحكومية التي تمنع دخول الغذاء والدواء إلى المحاصرين داخل المدينة لقناة الفلوجة